السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ ده الفيديو الاخير في المجموعة اللي كنا بنتكلم فيها على آآ ان احنا نفهم لوحة احد المعدات والمعدة اللي معنا المرة دي هو الميكانيكالسيل. ضاب الميكانيكالسيل. طيب. احنا في الفيديوهات اللي فاتت شرحنا كل جزء في اللوحة دي زي بنشاور كده. سواء آآ كل منطقة وقلنا هي بتمثل ايه? وايه المعلومات اللي فيها? فاضل لنا شوية معلومات بسيطة جدا في اللوحة. الا وهي الملاحظات اللي بيبقى المورد او المصنح حاطيتها. اخد بالي منها في التركيب. اخد بالي منها وانا بطلب قطع غيار. اخد بالي منها وانا بخزن قطع الغيار علشان ما يحصل لهاش تلف. عشان احصل على اعلى كفاءة واعلى مدة تشغيل. طيب. هنا في اللوحة اللي فاتت مسلا في الفيديو اللي فات شفنا ان بيقول لك ان الميكانيكالسيل ده هيركب رأسي. اتجاهه كده اللي فوق اهو. قلنا ان اتجاه التسريب هيبقى في الاتجاه ده اللي تبقى عشان تبقى عارف. اتجاه الدوران لان في بعض الميكانيكالسيل وكتير منها الداب اللي ببقى فيه زي ما قلنا. ببقى ليه اتجاه دوران. اه نوع اللي راكب اه شكل حجم الارفز كمية الفلول المفروض يشتغلها. اه البلان ان احنا عندنا هنا يعني عندنا اتنين مش واحد طيب. 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 قلنا في طرف اللوحة بيبقى فيه كاز ملحوظة. اول حاجة بيقول لك بتركب خلي بالك ان اي شار باتجي في العمود. يعني اي اي مكان في العمود فيه كتف. خلي بالك ما يبقاش فيه رايش. ما يبقاش الشفة بتاعت العمود حمية. لانها ممكن تقطع ممكن انت داخل وانت طالع. تعمل آآ رايش. تاخد حتة معدن. فبناء على يتيجي تفق. او تركب. ما تقدرش تكمل التركيب او ما تقدرش تفك المرة اللي بعدها. فلازم يبقى لكل الاماكن دي نعمة جدا واخدى كيرف. طيب. بيقول لك كمان ان بتاعت العمود ما تقلش عن تلاتة وستين مايكرون. يعني ايه? يعني نعومة السطح بتاعت العمود والاسطح ما تقلش عن تلاتة وستين مايكرون لكن تبقى احسن. ممكن تبقى اقل لا. طب ليه? علشان السطح ده ناعم هيبقى عليه آآ هيبقى عليه حركة دخول وطلوع. فلازم يبقى له آآ حد ادنى من النعومة علشان مايعمليش مشاكل مع الاورنجيات كمان. طيب. بيقول لي الاورنجيات واحنا عملنا مرة بسطر مهم عشان الموضوع. وانت بتركب الاورنجيات اللي من الخامة اللي موجودة في اللوحة. آآ خلي بالك ان انت من النقطة دي. ايه النقطة دي? بيقول لك ما تركبهاش بشحم ولا زيت. ولو اضطر يتركب ركب بالحاجتين او التلاتة اللي مكتوبين اللي هي اما بروبولينج ليجل. اما جليسرين يا اما مية. انا عن نفسي بفضل المية جدا لان المية لما بتتحط آآ بتنشف بسرعة وما فيش اي فيها مواد كيميائية. تاني حاجة ان اي نوع من الانواع الزيوت او الشحوب او المواد اللازجة بتخلي احيانا كتير الاورنجي ما يثبتش في مكانه وبعد ما بتركبه وتشيل ايدك بيرجع يقلب السطح اللي تحته بيرجع يقلب وبيقول اجد زحلق. او الفيس ما تبقاش قاعد مزبوط بيرجع عن الوضع اللي انت حطيته عليه. طيب. موضوع الشهر بيجي اللي كنا متكلم عليه. بص كده شايفين النقطة الحامرة دي شايفين الخط ده. الخط اللي احنا بنعمله علشان نخلي السطح ده يبقى جزء منكورة يبقى كيرف يبقى منحاني ما يبقاش زاوية قايمة لان زاوية القايمة في الدخول والخروج صعبة هو بيعدي عليه هيتقطع في البنسبة كبيرة جدا وهيعمل في كل مرة التركيب. طيب زي ما احنا بنقولها. طيب. ايه كمان? بيقولك خلي بالك. نقطة مهمة قوي. الضغط جوه ما بين الاتنين ميكانيكالسية. ضغط البفرة. ما يزدش. ما يقلش عن. احنا بنقول ان الضغط ما بين الاتنين ميكانيكالسية اللي بيوصل من ورا للاتنين ميكانيكالسية. مش ضغط الطرد. مش ضغط السحب. هو حاجة في النص. طيب. فلما انت هتحط ضغط بما بين الاتنين ميكانيكالسية لازم يبقى بيقولك ايه? بيقولك ان هو ما يقلش عن الضغط اللي هيوصل له اصلا. يبقى لازم يبقى في الحدود دي. ودي ملحوظة المورد هو اللي بيقلها لك. كويس? طيب. بيقول ايه كمان? بيقول خلي بالك انك تراجع على التشغيل اه الفنش بتاع اه او احنا شرحنا في كزا فيديو قبل كده الموضوع ده لو حب يحب لحد يحب يرجع. بيقولك كمان خلي بالك من حاجة. اه امسح الاسطح كويس جدا بتاعت الميكانيكالسية وامسح ايديك ونظفها كويس جدا قبل التركيب علشان ما يبقاش عليها اي اه غبار قبل ما تشغلها. طيب ده اللي كنا بنقول عليه ان هو راجل في الكتالوجي ازا ما انا قلت انا رحت نزلت الكتالوجي ورجعت. هتلاقي حاطة القيم بتاعت اه الاستدارة بتاع او كمية اللي ما سمح بها في العمود. واظن ان احنا عملنا سلسلة كاملة على الموضوع ده. لو انتم فاكرين استخدمنا فيها والشفت 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 والسكورنس الميكانيكالسية بشكل عنيف جدا. طيب وكده اللي بخلصنا السلسلة دي اتمنى انها تكون مفيدة لكم. هل تحبوا نكمل في السلسلة دي? طيب لو حبينا نكمل اه ترشحوا ان ايه يكون المعدة اللي جاية ان شاء الله.